خاوانا كل يوم قاعدين يبانوا كما الوزارة الكلاب هادو ظفرون هم ولو يجريوا ابتداءا من رئيس الحكومة يعني رئيس الحكومة كون ما اعطاهش هذا التفون منصب بل كنا ما فيقوش بيه بل كنا في الدولة الجديدة كنا نعطيه منصب بصح هو خابيت كلب بن كلب لأنه علاش شارك في الحكومة هادي أظر كو كان يقود في الدبيو حراكي فمسين أو فمسينيش مليح النتوياج احنا ما نسحقوش لماس نسحقوش شجعان الرجالة الحقيقيين الجزائريين اللي قابلين يضحيوا بنفسه النفس من أجل الجزائري الباقي اللي يمشيوا على كروشهم والأصابع الزرقاء ما نسحقوهمش انا عجبتني كلمة الصباح الزرق هادو كانوا احنا البيانوار احنا البيبلو بصح اخنز راسها في الجزائر والأصابع الزرقاء بصبح بصبح يعني فينا المو اللي راحوا رجعوا صباحوا مزرق ما تدولوا احنا البيانوار صباحوا مزرق انا قاني يكلوض وابلو بابلوس تفون باعكم تفون خدم بكم وطيشكم تعرفوا علاش لانو تفون حاجة تفون بالزيرية بين حاجة مدرحة بالقسنطينية حاجة مضطيونا حاجة ما تسواش اللي يحطوه لكم وقالوا لكم هذا الرئيس تاكم الدراء مو شراجل ما عندوش مبادة ما عندوش قيم رخيص يمشي علي كرشو كي لحنش نيف ما عندوش نيف تعليز الجرية ما عندوش بيها السور يهودي من أسرع يهودية جات من الأندلس دونك ما يقدرش يكون جزائري هادي هيا الحقيقة الجزائر لازم يحكموها أولادها ليزار الجرية ليزار الجرية الحقيقيين مشين من طيونين ولي بي بلان يعني القور واليهود اللي قاعدوا في تزاير وراء 22 وتخباوا في وسط الشعب وهما اللي مشيوا حاليا في المصالح متع فرنسا الاستعمارية تفضلوا جمعان أسئلة مفتوحة احنا على صفح ماشي رحماني وعلى السيناريو هذا اللي خرج هذا تعليبيا ماشي كلما الشعب الجزائري والجزائر كلما جي تدير استقلال سيكون موصوصون دو اللي يدارون أحرب الرمال دو كاتشو اللي يدارون الحكايات تعليبيا باش حنا ننساو الحراف ونبعدوا على الهدف تعنا ويبدأوا يخموه وشوصاري في ليبيا والشعب رواقف مع الجيش بعد الجيش خدمته واحد ما قل له أنا واحد ما قلت له رأى قاجي ولا الجيش خدمته كيف تدير كيف تدير كيف تدير تدير يا أول ما أحيي فيه زو الفتنة الناس تفهموا ما يفرق بين الدكاء والفتنة سؤال سؤال تاك واجه أولا بنين الكلاب هادو تفونوا جماعتو رايحين يستغلوا الضرف الأوضاع الخارجية باش يكالميو الشارع وقال الجزائر في خاطر أولا عندنا جيش من نوع قوي جيش الموق في ليبيا والتصدي وحماية مصارح الجزائر في ليبيا وحماية المصارح الاستراتيجية التي نتعنا في ليبيا مساندة للشعب الليبي الأخ أولا نفهموا الشعب الجزائري كان بيناتنا معاهدة دفاع مغاربي مشترك يعني في حالة ما دولة من دول المغرب العربي عندها مشكل عندها الحق أنها تطلب من دول المغاربية الأخرى أن تسندها عسكريا من أجل الدفاع لذلك نطلبوا لا يوجد مبقى دم وتفون وتفون لكننا لم نحضر على هذه الكوستيمات نتعليك لون ما تحدث لك المجور ما تحدث مغاريحة ما تحدث للعسكر لوك أولا لازم كونان فيت يعني الجزائر تستقبل سراج تستقبل سراج من ناحية سياسية سراج تطلب منه الجزائر طلب تفعيل معاهدة الدفاع عن المغرب المغاربي أنه يطلب كما نقول نحن دعم تقني وعسكري للجزائر لأن حكومة تسراج هي الحكومة الرسمية في ليبيا كذلك لا ننسى أن صونة تراك عندها مصالح بل كشعب جزائري ما لا بلوش لكن شركة صونة تراك الجزائرية عندها مصالح مالية في ليبيا وعندها استثمارات في ليبيا والشركة هذه الجزائرية شركة حمومية إن ضربت المصالح انتحها ضربت الجزائر فلن الحق في الدفاع عني نفس لكن هذه تعتبر قضية قضية جيش وطني شعبي وقيادة أركان إن لم تكن هذه القيادة خائنة لأنه مصير ليبيا وستابلية لرجيري إدتول السعر يعني تتبيب يعني تهديئة الوضع واستثباب الأمر في ليبيا طريقة سياسية حقيقية وبناء الجمهورية الليبية الجديدة هو من أمن الجزائر لكن هذا ما يمنعش أن الحرك متواصل لأنه زمن نريقل الأزمة السياسية الجزائرية والأزمة السياسية الجزائرية حاليا لأنه هذا لا يسمعون ماذا لا يسمعون ماذا مجرمون ما لديهم الشرعية في الحالة هذه لازم الشعب الجزائري الطائر يتنظم ويخلق طبقة سياسية ونخلق خلايا مقاومة دسلول درزيستانس دسلول درزيستانس اندبندنت والمقاومة هذه باش نوضح لشعب الجزائري ماش مقاومة ضد البشر أو لإراكس دي معنى مقاومة ضد مصالح كل شركات الأجنبية اللي في الجزائر لأنه لكان كان واحد دولار رح يبيعوا التفوض للأجنبيين وما يدخلش بالصندوق للجزائريين ما يدخل كل شركة أجنبية تخدم في الجزائر أكانت إماراتية خالجية قطرية تركية أمريكية فرنسية يهودية صهيونية نيجيرية كحلة بيضة زرقة صفرة مكاش مدام الشعب ما هو السيد مدام الشعب ما عنده حكومة هو موافق عليها ما عنده رئيس هو انتخب عليه ما عنده قيادة هو مصدق عليها فكل المصالح سوف تضرب مصالح الشركة الأجنبية لازمها تضرب منطرف خلايا في البلاد تنظيمية لكن ضد المعدات والممتلكات وليست ضد الأفراد وذلك يعتبر تصعيد سلمي تصعيد سلمي تصعيد سلمي لا نحوصوش على الدم لكن بها تجي شركة تفون والله بنو والله بنتو باعولها كونها تستعبد شعب الجزائري والشعب الجزائري خليها تخدم لا لا الكاميوتا سلعاتها نحرق نعطلو الباصدفيتح نحرقها نعطلها البايبتح نضرب باللوزار نعطلو وهذا يقوم به شباب شجعان مقاومين في الجزائر لكن مقاومة ما عندهاش علاقة ببعضها خلايا كل خلية حرة تعمل حسب جينات و الجينات هي الوطنية ناسيوناليزم قولوا يا إيتلار جو سويزا ناسيوناليست ترجمة نانسي قنقر